ولكابتن عم حليم علي ولإدارة نادي الزمالك كل التقدير وكل الدعم والاحترام لازم نساند نادي الزمالك في هذه المرحلة التي يمر به أول حاجة سألت كابتن أشرف قسمه ده أول اتصال بيني وبينكو مع كابتن أشرف من يوم ما تولوا المسئولية كنت حابب أن أخذ خطوطين للخلف آه توصلت مع كابتن أيمن يونس للاطمئنين على سلامته لكن بحب أن أخذ خطوطين لورا رغم العلاقة الإنسانية اللي بيني وبينهم على مدار سنوات طويلة ولا عمل في عدة قنوات معه وعشه ملحه الحمد لله ربنا يا دي من المحبة والأخوة كابتن أشرف قسم أنا كنت منزعج جدا لموضوع الإنذار اللي وصل من وكيل أشرف بن شرقي وكيل أشرف بن شرقي أو مدير أعماله أرسل النهاردة أو مبارح إنذار إلى نادي الزمالك بخصوص أشرف بن شرقي وأنه يحق له فسخ التعاق نظرا لعدم حصوله على مستحقاته لفترة زمانية أربع شهور تقريبا ماشي الإنذار ده أنا بعتبره إنذار محب ليه؟ لأنه أشرف بن شرقي أحد الركائز الأساسية في فرقة نادي الزمال لو عاوز يمشي ويخلع كان بلغ فرار ومشي لكنه عاوز يعني يا جماعة أدفعه عشان نقعد ونستريح ونحل مشاكلنا وأنا لعب محترف مش مش يعني أعوز فلوس وحقه طيب كابتن أشرف آسم أكد لي أنه تم اليوم صرف كل مستحقات أشرف بن شرق وفرجاني ساسي ومحمد أناكم وكل لاعب نادي الزمال عن الموسم الماضي برقم يصل إلى 60 مليون جنيه أقول تاني عشان الناس تبقى عارفة إن اللجنة اللي شغالة برئاسة معالم الصورة أحمد البكري ولجنة الكورة اللي شغالة برئاسة كابتن أيمان يونس مسؤول التعاقدات وكابتن أشرف آسم المشرف على الكورة وكابتن عبد الحليم علي مدير الكورة بيقوموا بشغله النهاردة تم صرف كل الفلوس ده يخلينا نحي ونقدر هؤلاء ليه؟ ده بيعمل استقرار نفسي بيعمل أمان اقتصادي للعيبة عندها دخل تعيش منه ما يخلوش يفكر في أي نادي آخر في انتقالات يناير قفلت الباب تماما أمام أي لعب إنه اشتكي خليت أشرف بن شرقي يقول لك 4 ألف خير اخذت فلوسي ومستحقاتي وكل تمام فكده كل المستحقات حصل عليها لعب ونادي الزمان اللي من الشركة الرعية واللي مكاد حوق للنادي واللي دعمة من الوزارة أنا ما يهمنيش منين جات الفلوس قد ما يهمني إن اللعبة حصلت على مستحقات اللعبة لما تحصل على مستحقاتها ده شيء يريح ده شيء يريح في نادي الزمان فكابتن أشرف آسم أكد لنهما حصلوا على كافة مستحقات طب يا كابتن أشرف مستحقات الموسم الجديد قال لي احنا لعبنا أسبوع واللعبة مقدرة الظروف اللي بتمر بيها النادي قال لي لكن لهم حقوق وإحنا كنا لعيبة لهم 25% مقدم تعاق أو مقدمات الموسم قلت له آه قال لي أسبوع أسبوعين وهياخدوها قلت له والله ده برفع عليكم جدا 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 ده المعزول ما عارفش يدون حقوقهم قال لي احنا مركزين في يعني تهيئة اللاعبين للحصول على كافة مستحقاته وإن هم يبقوا بيلعبوا بمزاج وبحالة من الرواءان براحة نفسية ده أمر يحسب لي كابتن أشرف آسم ولإدارة الكرة في النادي ولللجنة التي تدير نادي الزمالك لهم موفروا كل شيء لللعيبة اللعيبة تلعب بقى بمزاج وقال لي اللعيبة معنواتها في السماء مش بس عشان خدوا فلوس قال لي لا بعد الفوز في أول مباراة الدوم ثقة كبيرة مدخلين على مباراة بيرامدز وعارفين ان دي مباراة كبيرة ومهمة والفوز بيها خطوة مهمة وقال لي والمعنويات عالية تماما 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 يبقى كده موضوع ابن شرقي اتحل وفرجان اتحل وكل حال هنجي بقى لموضوع تعديل العقود أنا فجئت أنا فجئت أن المطلوب تعديل وتمديد وتجديد عقودهم في النادي الزمالك عشر لعيبة مش واحد ولا اثنين ولا تلات عشر لعيبة مطلوب تمديد وتجديد عقوده ماشي طيب ده يحصل ازاي قالك مبدئيا اللعبة تاخد فلوسة بتاع الموسم المال ثم نيجي على حاجة تانية وهي تمديد وتجديد العقود تمديد وتجديد العقود للموسم الجديد الناس قال لي واحد زافرجاني ساسي مهم ولهو أولوية قال لي عشر أسامي أنا زهلت من عشر أسامي قال لي الوينش محتاج يتعدل عقده عبدالله جمعة أبو الفتوح محمد عب سلام يوسف أوباما أحمد سيد زيزو شيكبالا محمد أبو جبل جنش قال لي كل دول وقال لي بيقوم بالدور ده كابتن أيمان يونس في هدوء شديد بتفاوض مع اللعيبة وبياخد ود مع اللعيبة عشان يجدد لهم ويحلوا كل المشاكل المنوض فيها هذا الأمر كل المشاكل كل المشاكل نهارده قاعدت خبر على اليوم السابع زعاني الصراحة يعني كان فيه كلام بتقال إن بيرامنزا عاوز مصطفى مع محمد معاوز فرجاني ساسي تصريح على لسام مصدر مسؤول في نادي بيرامنزا قال لك إيه اللي عاوز رمضان صبحي لا يبادل إلا برونالدو أو ميسي رونالدو أو ميس ده كلام طبعا من مسؤولي نادي بيرامنز اللي رفع معنويات رمضان بعد إيقافه لمدة مباراة واحدة نظرا لما بادرة منه أمام نادي الاتحاد السكندالة لذي حقق فوزا كبيرا على بيرامنز في مطلع أو بداية أول أسبوع في الدور العام اتنين واحد وجون عمار مكسر الدنيا مكسر الدنيا مكسر الدنيا جميل جدا 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 الأمر ده غلط لأنك أنت هنا كده بتقلل من قيمة مهاجم مصر الأول الآن مصطفى محمد الراجل مهاجم مصر الأول وكان في الاتنين في البطول ده خد أحسن لاعب ده خد أحسن هداف في دورة الألعاب الأولمبية اللي أقيمت في مصر قبل عام تقريبا أو في فبراير الماضي فأنت هنا أبدا ما ينفعش أبدا تحقر أو تهين مهاجم مصر الأول اللي هو مصطفى محمد تصريح اللي ينازل في نوم السابع ده المصدر المسؤول ده جانبه التوفيق جانبه التوفيق وخلي بالكم والمسؤولين في نادي الزمالك عارفين بيرامدز بيلعب مع اتنين في نادي الزمال بيلعب مع فرجان يساسي وبلعب مع مصطفى محمد ليه؟ لأن فيه سراع على الثلاثة الأول أهل وزمالك وبرامدز فهو عاوز ينط ياخد تاني ينافس على أول فعاوز لاتنين دول ولاتنين دول مكسب فرجان يساسي مصطفى محمد لكن ما ينفعش تيجي تقول لأ ده مصطفى محمد أنا ما ما بادلش رمضان صبح بمصطفى محمد لأن كان فيه كلام لما قاله للزمالك عاوزين مصطفى محمد زمالك قال له خلاص الدول رمضان صبح والاتنين لعبين في منتخب الشباب والاتنين لعبة موهوبة ولهم إمكانياته لهم قدراته من الفنية العالية ماشي يا ابني رمضان صبحي أحسن لعب في مصر الموسم الماضي وقلت إنه أحسن لعب في مصر ماشي ده ما فيهاش في ظهر ما فيهاش في ظهر لكن السنة دي هنشوف يعمل إيه لأنك موجود في الأهل بيديك باور وقوة وإمكانيات وقدرات وجماهرية وشعبية والدعم الجماهيري ده وعتستهتر به في رفع المعنويات وإعلانات غابت أول إعلانات زي ما أنا قلت يوم ما مشي من النادي الأهلي خسر عشر مليون إعلان طايجر والإعلان التاني بتاع الشركة الرعي ماشي طيق فعشان كده عب أول إنه تقل على مصطفى محمد ما ينفعش تقرر إن تبادل رمضان صبح مع مصطفى محمد وإن ميسس أو رونالد الحاجة التانية مصطفى محمد معضلة في أزهان آه يا حبيب محمد بسام كورونا حرص طلع الجيس آه مصطفى محمد لعيب عنده عروض احتراف لكن إدارة الكرة في النادي زي ما يكقاله ما فيش حاجة اسمها ماشي غير لما يبقى عند البديل والبديل الكفء المميز لكن هيشتغلوا على ترضية مصطفى محمد وتعديل عقده ترضية وتعديل عقده وده حق ليه وده حق ليه لأنه لعيب مهم ومهاجم مصر الأول حاليا 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 لايك وشير وصلي عزين وادعي لنفسك والوالدين والغير لايك وشير وصلي عزين وادعي لنفسك والوالدين والغير عشان هقولك على حاجة عشان نستضيف كابتن عمر مبارح كل الناس طلعت إشعاد حاولة معايا المصطر تركي ألشيخ وانا طلعت معايا مكنتش عارف إيه الحدوتة يعني ولا الحكاية النهاردة تأكدت أنه ما فيش موضوع أصلا موقع تعبان كده كان منزل خبر فيه شائعات حوالي مصطر تركي ألشيخ وسبق ليه قبل كده هذا الموقع أنه طلع أخبار على المصطر تركي ألشيخ فليت المصطر تركي ألشيخ كتب على صفحته الرسمية اللي تاخد منها أخبارا قالك الرجاء من جميع أحباب عدم الاستماع للإشعادة المغرضة صدى البلد موقع محترم والقائمين عليه أشخاص أحترمهم ومن بلد أحبها وأعشاق كنت أتمنى تحرد دقة لأنهم نشروا عني خبر مغلوط اليوم وأساء ليه فيه وأنا مسمح لكن أتمنى أن يتحلوا بروح المهنة وينشروا خبر تجزيب واعتظار عن الخطأ اللي حصل لقيت على طول بقى اللي هو فكرة الخبر بقى اللي كان قالك كذا وكذا وكذا بما يسيق للرجل وأن فيه أمر ملكي وحكاية ورواية وكل الكلام ده فانكوش فانكوش لكن الناس بتشوف المسألة تقوم جارية وراه والله العاصم كنت قاعد حتى مع الأساس طرق أبو العنين المشف على كرة القدم في سراميكا كنا منتغدى سوا أنا وهو والدكتور سيد عيسى والأساس عبناصر زدان والخبر ده جال قلتوله فانكوش قال لي ده موقع قلتوله فانكوش مالوش أساس من الصح وما اهتمتش بيه لكن لقيته كبر بالليل ومالوش أي أساس من الصح فانا بحي موقع صد البلد اللي هو اعتذر لمعاني المستشار تركي قال لي يؤكد موقع صد البلد الإخبار احترامه وتقديره الكامل للسيد المستشار تركي قال الشيخ رئيس لها العمل لترفيز السعودية بعد نشر خبر غير صحيح نقلا عن موقع صبق السعودي والذي تناول معلومة مغلوطة موقع صبق السعودية